موسيقى 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 يصير يقدروا يجابهوها ويتعاملوا معها بعد كده أش باك فكس صلحوا مشكلة غريفز نيرف برضو عظيم زي ما قلنا دحين في الجنجل التوب إيلو الهاي إيلو اللي هو الدايموند هاي والماستر والشالنجر يا غريفز يا نيدلي في كل جيم و بير مبان كلهم الاثنين يمكن ما بتشوفوهم دايما بس ما حد يلعبهم في هاي إيلو لأنهم دايما مبندين فنفس اللي سوووه في نيدلي قاموا سووه في غريفز غريفز إذا فاكرين الإيل حقته كانت كلما تسوي إيل تاخد لك ماجيك رزيست ستاك ماجيك رزيست وآرمر يعني ممكن فعارفين لو ستكتل إيل أربع مرات كانت أربع ستاك يجيك تلاتين آرمر وش اسمه وثلاتين ماجيك رزيست في نفس الوقت ده حين خلوها بدل أربع ستاكات ثمانية ستاكات يعني لازم توصل ثمانية ستاكات عشان توصل للماجيك أرمر والماجيك بنتريشن طبعا في نفس الوقت نضافوا حاجة كمان جديدة فيها يقولك لو سويت إيل على تاخد ستاكين مو ستاك واحد لو إيل على وراء ما تاخد الا ستاك واحد لو إيل على قدام تاخد ستاكين فلو كملت إيل على قدام ما انت خايف مفجر عندك ايتمز ما حيتغير حتسويها أربع مرات ويجيك أربع ستاكات ده حين إذا هتسويها على وراء وتتحرك يمين ويسار لازم توصل ثمانية ستاكات عشان توصل للتانك نسل اللي كانت توصل لها أول ايفرن هذا التعديل اريدي نزلو في الباتش عندنا يشارب هذا للي ما يعرف انه هذا التعديل نزل هذا ما هو شيء جديد هذا اريدي نزلو باتش نوت الباتش اللي فات اللي هو 6.20 نزلوا الايفرن وبعد ما نزلو بعد ذهب كم يوم نزلوا عليه هوت فيكس هذا اريدي نازل لانه أول ما نزل كان مرة ضعيف ما بيسوي اي شيء ما حد بيلعبه الوين ريت حقه جداً سيء فعلى طول سووا ذو الهيلت غروث زووا ذو ذو البيس ماجيك ريزيس زووا ذو البيس التاك سبيد ولا التاك سبيد غروث بس الدول وكده برف عظيم على سان يحاول يدخلوه في الجيم كوغماو عارفين يا شباب بعد الباتش اللي فات التعديل اللي سووها عليه طلعوه من الجيم تقريباً وده حين بدوا يزبطوا فيه ريوت على اساس يرجعوا للجيم اول تعديل اعدلوها على الالتي الالتي حقاته ده حين تضرب تسمو الكاست خلوه 50 مانا 40 مانا زائد 40 بير كاست 400 ينقصوه من 50 ل40 وفاكرين كل ما تسوي الالتي كل ما تسوي الالتي ياخد مانا زيادة يعني موه زي اول الى ما تخلص الديوريشن حق المانا دي بوف لو استخدمت انتوا عارفين لو استخدمتها مرة تجي استخدمها اللي بعدها ما ياخد بس 40 ما كان ياخد بس 50 كان ياخد 100 الى ما تستنى العشرة الثواني تروح بعدين ترجع تتصفر مرة ثانية كل مرة تسوي الالتي 50 الاحيين صارت 40 زايد 40 كل كاست والديوريشن حق الدي بوف بدل 10 ثواني 8 ثواني هذا بوف على كم مرة تجيزة تسوي الالتي نفس الوقت زودوا البيس دامج حقها من 70 ل100 الالتي من يوم ما تصل لفل 6 عندك باور سبايك الالتي كل واحدة تضرب 100 طبعا لفل 3 لفل لفل 3 لفل 3 على الالتي تديك 140 180 وغير كده كمان هذا اللي خلوها ماكسموم ايش يسموها خلوه من جد فعلا الشريدر للتانكس الاحيين كل الالتي تسويها تاخد 150 في المية دامج وطاركت 40 وفي نفس الوقت فصارت ماكسموم وقت لو كان الهلث حقك ما بين 100 و40 كل ضربها تضربها تاخد برضو يعني 100 بيس دامج وبرضو 150 دامج زيادة على حسب الهلث حقه وفي نفس الوقت اذا كان اقل من 40 حتسوي اكزيكيوت فهذه كانت عنده مشكلة في الالتي اول الالتي ماكت تستخدمها الا عشان تكترهم اخر لا تستخدمها بالبداية كل ما تستخدمها بالبداية كل ما كان احسن لانه تسوي كل ما تارجد تاخد دامج برضو وربيست على الهلث حق التارجد تضرب زيادة اذا كان اكتر من 40% تضرب 150% اذا كان اقل من 40% تضرب 200% بس بس ونزل ونزل الـ الـ و تنزل الـ تنزل الـ فوق الـ دا حين هي اول كانت موجودة بعدين غيروها دا حين لما قد الـ عدلوها صارت ايه خلاص لو نزل يصير ينزل فوق و الـ بعد كده ماستري بق فكس على الـ حقته و و كل التعديلات على الـ على الـ تعديلات بق فكس يعني كانت مشاكل يعني واحدة من المشاكل اللي تكلموا عليها في الكيو حقته وطبعا هذا زي ما هو يعني قد ما هو بس بق فكس بس في له شوية بف صغير لماستري يمكن تشوفوه كثير اليومين كان اول لما يسوي الكيو حقته ألفا سترايك طبعا هو يضرب واحد بس يعدي على كذا واحد في الطريق اللي يعدي عليهم لو احد مات منهم لحين صار تاخد أسست أوكي مع انه انت ما ضربته بس عديت عليه كان في الحين حقتك حق الكيو وشي تاني شي جديد ضافه كل واحد الألفا سترايك تمر عليه تاخد فيجين عليه أون هز نكس باونس لما تيجي عليه بس تاخد فيجين عليه فلو كان ما تسوس في البوش مسلا يصير تشوفه اللي برضو في كس باق ما عندنا شي فيها ناسوس سو عليه بف على الالتي حقته وعلى البونس التاك رينج الالكيو زودوا الالتاك رينج حقه طولوها شوية لما تكون الالتي مفتوحة والالتي حقته غيروها كمبليت لأول كان الالتي كل دامج تسويه بالالتي حقتك يزيد لك الدامج دلت باي الكيو بعدين أوكي أو وانت ماشي زيادة يزيد الدامج حقك وانت بتضرب واتاكس بعدين تروح لحين غيروها كمبليت لدى حين اول ما تفك الالتي حقتك على طول يجيك خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين آرمر وما جيك رزيست في نفس الوقت وانت بتمشي كل ثانية يزيد الآرمر حقك واحد اثنين ثلاثة على حسب الليفل الين ما توصل مية فتخيل ليفل ستاش هيكون عندك خمسة وثلاثين آرمر زائد شو اسمه زائد ثلاثة آرمر انك بالضبط مشتري آآ واحد ومشتري آآ واحد آآ 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 اومن ممكن ببلاش كل ما تفوق التي ببلاش فهذا تنك ومعناها الليت جيم هيشير مرة تنك وتكر تكر تشيل هم ولا تخاف النوكتورن الدبريو حقته فرودي نوكتورن ناو يوز دي باي سكين باريكول فرودي هذا بس نرفوه بسيط لانه نقل لك البونوس هلث اللي كان يجيله مرة كثير كان اول على كل ستاك انتوا عارفين الكيو حقاته تسوي ستاكات خمسة ستاكات كان يكون يزيد هلث حقه خمستاشر في المية خلال ثلاثة في خمسة ده حين يصار يزيد عشر في المية هذا معناها ليت جيم نقص الهلث حقه ما بين 200 و300 على حسب انتوا مشتري هلث ايتم زاك ما صووه شي غير انه هو ما عد لوله بف ولا نرف بس التأديل هذي نعتبرها نرف بسيط ليش لانه لما صار تسوي جيم ضحين زي الكيو حق شو قات يساب يطلع لكم دويرة في الارض فين هو نازل فالناس حيشوفوه هو جاي فقدر يبعد واسهل هذي سووها عشان الكاونتر بلاي هكذا فتسوي جيم كورة في الارض حتيجي دويرة حمرة في الارض حتيجي فالناس حيشوفوك وينت جاي يوريك nothing interesting if يوريك سمون the median inside of the lane she'll start pushing that lane إذا سوالها سمن بس غيروا طريقة explosive اللي حقته checks every pointer detonate typer غريب هذي تشوف لو أحد مر جنبها هو كان تاخد وقت وبعدين تنفجر كان تاخد فاصلة 2-5 سواني عشان تنفجر دو حين صارت تاخد فاصلة 0.1 بعد كده تعديلة في teleport is not important نزل splash arts هذي هينزل doom bots طبعا ما نزل لسه هذي مود جديد هينزل doom bots هذي في team متوحش يعني الفلة تلعبه مرة ولا مرتين loading screen indicator هذا شيء جديد صراح هذا دحين فاكرين لما كل مرة تيجي loading screen تشتغل والloading screen مرة طولت انت من تعرف هو game بدأ game ما بدأ حطوالك دحين في اليمين كده دويرة صغيرة اذا شايف هتتحرك معناها انت بتستنى كويس الناس كلها بتستنى اذا وقفة تعلقت معناها الgame عندك انت علق فهذه كده quality of life عشان تعرف الgame علق من loading screen ولا ما علق spectator mode fix bug fixes audio thrash cue death dance no longer sometimes sends thrash to weird places if he tries to fly through the base هاي تعديلات بسيطة هذي كلها باقي fixes data useless بس كنات اللي نازلة بويتشنج مورغانا بويتشنج تريستانا و little devil team وهذا الصراح الشيء العظيم اللي بس تنا وبكذا يا شباب أغزون شوية كرامز خلصنا باتشنوط 6.21 thank you so much الله تكم السرح العاف نشوفكم باتشنوط سلجي thank you for the host ريب حبيبي موسيقى